طبعا حدث الأنبا سمويل اللي حصل اليوم الجمعة اللي فاتت ده حدث متكرر حصل من حوالي سنة مزبوط هو هو نفس المنطقة وبنفس الأسلوب وبنفس الطريقة وفي الغالب من نفس الجماعة كمان فطبعا الوضع زي ده أنا بحس أنه هو يعني دي إبادة إبادة بناء على الدين والحرق والهوية للمسيحيين مهدفة يعني ده أسلوب واضح جدا أن الكنيسة مستهدفة طبعا أنا يعني عما لاحظت أن مثلا أما بيجي في أي مواضيع إرهابية أو حوادث إرهابية بتحصل في مصر مثلا ضد الوطن ضد السياحة ضد الحكومة بالضبط كانت الحكومة بتتحرك بسرعة قوي وبتتحرك بشكل مش طبيعي والأمور بتتحسم لكن أما دخلنا في موضوع اللقباط ابتدت الأمور تبقى مرتخية فده فيه علامة استفحام كبيرة جدا طبعا يعني أنا هسيب الموضوع لحول إنسان للناس اللي هم الحقوقيين يتكلموا فيه أنا هتكلم في الموضوع بوجهة نظر مسيحية أنا كل اللي أنا بعمله إن أنا بحاول إن أنا أسرد أو أشوف على مر العصور والأزمنة اللي حصل في الكنيسة إزاي الكنيسة كانت بتتعامل مع الإرهاب وكانوا الإرهابيين بيعملوا إيه في المسيحيين ومسيحيين كان ردود أفعال ومعاملة إزاي اشتركوا في القناة